السلام عليكم أصدقائي نتمنى تكونوا في أجمل أحوال هاد النهار نقدم لكم حرشة والفطيرة في الفرن كي تجيه شيشة والديدة كتير كتير أصدقائي اخليكم على طريقة التحضير bonjour et bienvenue dans ما شاني بوت روشان جسبر كوزالي بيا aujourdهي جبارتاج وغالت على سمول وفور فاسيل ورابيد restez avec moi pour voir la préparation موسيقى 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 سأستطيع سيكويرة إلى سياء منزولة وسيجزي لذلك السيكويرة لكيستطيع سيكويرة سأستطيع سيكويرة منزولة وضع المضيحة لذلك يقوم بأس المنزل لديه ويضاء تقوم بأس المنزل لديه أعودت ملعباً دعاً لديه ويضاء 100 ملعباً لديه ويضاء لديه بالنزل لديه ونمقر بعمالتين يجب أنهتهى لأخذها بسطوره إيجابmente 4 قليلاقات أ القليلاق من 3 قليلاقات أما أنه القليلاق لذاب بعد هذا القليلاق من 4 قليلاقات أمنها ومزورة اكتبه في كميزة ومزورة مع قطعة بالفور ومزورة بالفوائر ومزورة المنزل من مزورة شميكية منتج الوصول ومزورة افضل جميع تقلقه في الوطف يمكنك المزورة في الجميع معه في القطع لفع معه في البوزة كما أقوم بإضعى الأمريكي منجم أخرج وحضر لفترا أو أبدا كما أضع الأولى استخدم للتحطى وقط أضعز إلى المبلغة في القليل قيمكنك أيضًا محدد من نظامك vous préférez جميع موضو دوشكري ويضع دوشكري 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 جميع موضو من فور ألهم 80 دقائق جميع موضو يجمع موضو دوشكري 30 و 35 موضو أول شي أصدقائي ناقض واحد الأنية للخلط نوضع فيها أو نغرب فيها 500 غرام ديال سميد للمتوسط أنا حضرت هدل او هاد الحرشة بسميدة المتوسطة ضفت لها ملعقة كبيرة ديال السكر باش تحمرنا واحد شوه الملعقة صغيرة ديال الملح تقدروا تضيفوا شوه سكر وشوه شوه الملح تضيفوا اكتر على حسب المداق ولا على حسب الذوق ضفت ملعقة كبيرة ديال الزبدة حرارة المطبخ وميات قرام ديال الزيت بالنسبة للاعبار ديال الكاس هو مية وعشرين قرام للاعبار ديال الكاس ولكننا نقصت شوه مية قرام ديال الزيت نخلط جيدا حتى تدخل الزيت والزبدة في الحبيبات ديال السميدة نبسسها جيدا كما لاحظتوا انا كان بسسها غير بالضربة اليدوي من بعد نضيف لها اربع كؤوس ديال الحليب تقدروا تعوضوا الحليب بالماء كما حبيتوا انا وضعت الحليب بالنسبة للكاس كما قلت كي المقياس دياله هو مية وعشرين قرام وضعت اربع كؤوس ديال الحليب وفي الاخير اصدقائي ضفت خاميرات الحلوة 11 جرام حركت جيدا خديت واحد الصينية ليدخل الفرن ولا قالب ليدخل الفرن تقدروا توضعوا اي قالب موجود عندكم وضعت ورق الطهي من الاسفل ودهنته جيدا اصدقائي لان الفطيرة والحرشة كتلسق دهنته جيدا وضعت السميدة على الجوانب ايضا باش ما تلسقش ووضعت الكمية الاولى ديال الخليط ديال السميدة من بعد وضعت عليه الجبن بالنسبة لجبن اللي وضعته هو لافاش كيري تقدروا توضعوا اي جبن موجود عندكم في المزين او اي جبن كتحبوه نوضع الجبن او الحبيبات ديال الجبن او القطع الحبيبات او القطع ديال الجبن بعد نوضع الجزء الثاني ديال الخليط اصدقائي سخدم حميد الفرن على 180 درجة من حتى الصينية من 30 حتى 35 دقيقة من بعد 35 دقيقة اصدقائي كما كتلاحظون نزع الجوانب بمساعدة السكين سنوضع عليها من ديل ورقي لانها سخونة كتير اصدقائي لهذا سنقلبها في صحن التقديم ونقطعها الى قطع اصدقائي ورافقت معاها الشاي المغربي كتجي لديدة وكتير الشيشة اصدقائي كالعادة الا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطو لايك تشتركو في قناتي وضغطو على الجرس بش يوصل كم كل جديد وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله ورافقت معاها بعد 35 دقيقة اصدقائي 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 نا اصدقائي اصدقائي وقوموا قامي كنت قد يمكنك مزعات الج هده، همن ثم استخدم لاشخما للغاية مع المفصلة يمكنك أن تشعر الواحي مع جبجة فيส ressعب الاشخدة Et voilà mes amis ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...